أخواننا الكرام أيام الإنسان يفهم الشيء بتصور عدمه لو ما في توبة الذنوب تتفاقن ما في أمل لو مدام في توبة الذنوب تتلاشى مدام في أمل الله يتوب عليك يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دائما فهم الشيء يكون بتصور خلافه لو ما في توبة الذنوب تتفاقم ما في توبة والمصير إلى النار فليفعل ما يشاء لكن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأقول ولا أبالغ القنوط من رحمة الله يقترب من الكفر القانط كافر برحمة الله لذلك الذي يقتل نفسه انتحر إيمانياً انتحر إيمانياً والله عز وجل على كل شيء قدير يعني أمرأة في بلاد الغرب مات زوجها وليس عندها أولاد أخذت قرار أن تنتحر وفي رجل في بلاد الغرب من عادته أن يوزع كتيبات يوم الأحد على الناس بيتاً بيتاً ففي يوم الأحد كان مريضاً فتولى ابنه أن ينوب مكانه في توزيع هذه الكتيبات فيبدو أن هذا الشاب الصغير وصل إلى آخر الشارع سوف يرجع بقي معه كتاب واحد طرق الباب ما أحد فتح طرق طرق زائد بلغ في الطرق أمرأة وضعت حبل المشنقة في رقابتها ولم يبق لها إلا أن تركل بقدمها الكرسي لتموت لما سمعت هذا الطرق المتكرر استغربت نزعت الحبل ونزلت فإذا شاب وسيم يقول هذا الكتيب لك إن الله يحبك تغير الموقف والله يا أخوان أذكر مرة هذا أحد كبار المحسنين في الكويت السوميت كان بإفريقيا بمكان وفيه يوزع مساعدات أو يأخذ أطفال يا رعايته في أم مع طفل رفض أن يأخذه بتوجيه الطبيب هذا الطفل سوف يموت بعد ساعات نأخذ واحد في أمل يعيش فلما رفض ابنها وقعت على الأرض تبكي فالسوميت يقول أنا والله أخذت ابنها تطيبا لخاطرها فقط هو قرر أن هذا الطفل ميت لكن أخذ ما المطلوب سأل ما المطلوب قال له سمن قارورة غاز الكاسوز يعني كل يوم فضرب السمن القارورة بـ 360 ودفع للمبلغ قال له إذا مضى سنة وابنك ما شفي تأخذ منه عن سنة قادمة ومضى على العملية 12 سنة ونسي الموضوع محسن كبير واب أسلم على يده ملايين مرة كان بالمكان الذي جاء له من 12 سنة طرق بابه وقال له في امرأة تريد أن تقابلك كان مجغول يعني بعد خمس مرات قال له خلها تفوت دخلت ومعها طفل أمره إذا عشر سنة هذا صوت البقرة قالت له هذا الذي أعطيتنا المبلغ لرعايته ما بتحرف الخير منين بيجي لا تزهد بعمل صالح لا تزهد بعمل صالح كنت مرة بماليزيا بماليزيا يعني وأنا بالفندق بالريسيبشن فيه مرأة وزوجها تريد أن تقابلني يعني أنا مشغولة كثير بإصرار عجيب والله نزلت لعنده قالت لي أنا كنت بالشام من عشرين سنة وأنا مرض مرض شديد جداً بيحتاج لعمل جراحي ما معي ليرا مقابله فأنت أمنت لي عملية جراحية بأعلى مستوى هدية وجاي الشكرك فقط تأسر تأسر بالغ البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان إياك ثم إياك ثم إياك أن تزهد بعمل صالح لأن العمل الصالح علت وجودك في الدنيا الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً سبب وجودك الوحيد في الدنيا الوحيد العمل الصالح يعني إذا أبعت ابنك لباريس لينا الدكتوران السربون باريس مدينة عملاقة كبيرة فيها مطاعم فيها مقاهي فيها دور سينما فيها دور له فيها مكتبات فيها جامعات فيها أسواق فيها 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 ابنك بباريس علت وجوده الوحيدة الوحيدة الدراسة وأنا أقول لكم أعني ما أقول والقرآن بين أيديكم علت وجودنا الوحيدة في الدنيا الوحيدة العمل الصالح لما سمي صالحاً قال لأنه يصلح للعرض على الله يصلح للعرض على الله ومتى يصلح العمل الصالح أن يكون عملاً صالحاً قال بشروط أن يكون خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة يعني ما بدي من الأخ الكريم المؤمن يعني إذا واحد كلفه من حين لآخر بعمل صالح ينفذ الله الأمر أكبر من هذا بكثير كلما استيقظت حتى بدعاء الفجر هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك إذا يدخل العمل الصالح ببرنامجك اليومي كيف نحن عندنا ثلاث وجبات طعام كل يوم؟ شي طبيعي إن حكى أو ما حكى إن طلب أو ما طلب عندك ثلاث وجبات كل يوم العمل الصالح الوجبة اليومية التي هي علة وجودك في الدنيا علة وجودك في الدنيا فيا أخوان أنت بالعمل الصالح تربح هذا اليوم ومن دون عمل صالح تخسر هذا اليوم والخسارة كبيرة والخسارة مؤلمة يعني مثل بسيط أنت على مكتبك في قطع تراق مستقيمة توهمتها ورقة لا قيمة لها مزقتها شر ممزق ولقيتها في المهملات ثم اكتشفت أن هذا شك بمليون دينار لم تنتبه له ما الذي يصيبك؟ إن العار ليأخذ الإنسان يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار آون علي مما ألقى ماذا يلقى؟ ألم الندم الندم ندم 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 أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه هذه التوبة لذلك قالوا القنوط يناقض الإيمان القنوط من رحمة الله هو الكفر أو بأدق من ذلك يقترب من الكفر القنوط من رحمة الله يقترب من القدر أما التوبة هذا شروط أول شرط أن تندم على ما فات الندم توبة يجب أن تندم كيف ضيعت هذا الوقت كيف تأخرت في التوبة الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب فورا والإصلاح الإقلاع والإصلاح ما الإصلاح؟ عليك دين سدد الدين قاطع أختك وصلت زورة الندم والإقلاع والإصلاح يعني إذا في ذنب له آثار آثار في من حولك في إنسان ذنب بينك وبين الله عز وجل لذلك قالوا ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله يغفر ما كان بينك وبين الله يغفر قطعاً الصلحة بلمحة يا رب لقد تبت إليك بقع بقلبه عبدي وأنا قد قبلت لقد تبت إليك عبدي وأنا قد قبلت فأول شيء الإقلاع والندم والإصلاح وأن تعقد العزم على ألا تعود لمثله أبداً أقسم لكم بالله شعور التائب بأن الله عز وجل غفر له لا يقدر لثمن الله ينتظرنا وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه حتى يلقاني كيوم ولدته أمه لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون مما أخذت من آية تشفهها نعم المال والبنون زينة الحياة الدنيا في مال بلا بنين وفي بنون بلا مال كلاهما شرط لازم غير كافر المال والبنون زينة الحياة الدنيا آل والباقياته لما آل والباقياته في ملبح لطيف شرح معنى المال والبنون يعني زائلات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقياته الصالحات العمل الصالح هو الذي يبقى العمل الصالح حجمك عند الله العمل الصالح سر وجودك العمل الصالح غاية وجودك العمل الصالح يقبل إذا كان صوابا وخالصا خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السنة لذلك قالوا ذنب يغفر قطعا ما كان بينك وبين الله وذنب لا يغفر أفوا وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد وذنب لا يغفر واحد يغفر ما كان بينك وبين الله والثاني لا يترك ما كان بينك وبين العباد والثالث لا يغفر كيف؟ واحد بحاجة إلى عمل جراحي بقلبه فوراً أو بيموت أخذناه بطريق فيه متنزهة بس ما فيه مستشويات مات هذا الشرك مشي بطريق آخر علق أمله بإنسان علق أمله أنه فيه عمل جراحي متفوق ما مشي الحال ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد فالنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا مات أحد أصحابه قبل أن يصلي عليه يقول أعليه دين فإن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم يبدو صحابه توفي وسأل عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم يبدو أحد أخوانه المحبين قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله علي دينك تعهد أم صلى عليه في اليوم التالي سألوا أديت الدين؟ قال لا في اليوم التالث سألوا أديت الدين؟ قال لا فقال النبي الكريم الآن ابترد جلده وهو صحابه فما قولكم بإنسان لا صحابي ولا تابعي ولا تابع تابع وعليه ديون؟ قال لي واحد بيع حلويات بالشام دخل عنده واحد ألقى عشر ليرات أو ألقى مئة ليرة ورب قال له تابعوا يبدو تابعوا الصانع يعني تابعه قالوا المعلم عاوزك لماذا ألقيتها قال له والله أنا من عشر سنوات أكل أطعت قادته وما دفعت سنوات خفتني الله ما دام القلب بينبوض بتلحي حالك هذا واحد بجدة كنت بجدة مرة رأيت بناء أمام الفندق على البحر أنا شي بناء مخيف المجميل أربط عشر طابق يعني سألت عنه يا أخواني هذا البناء له قصة بدوي بقى جدي الآن قطرة تسعين كيلومتر من المركز المديني للشمال فيه خمسة أو أربعين كيلومتر أرضها الفندق لواحد أعرابي بدوي إجى مكتب عقاري ذكي جدا اشترى الأرض منه بربعي مثلا ما عنده خبرة بالأسعار لا مبلغ كبير باعة أما هو دافعين ربع السمن وعمروها البنائي شفت بعين البنائي أربع عشر طابق الشريك الأول وقع من الطابق الرابع عشر نزل ميتا الشريك الثاني دهس بسيارة أما انتبه الثالث الثالث ذكي ربط موت الشريك الأول والشريك الثاني فبحث عن هذا الأعرابي بيقول أنه بحث عنه ستة أشهر حتى عثر عليه أعطى ثلاث أمثال حسطه قاله الثلاث الثلاث ضرب ثلاثة سأقل بناء مرة ثانية قال له هذا البدوي ترى أنت لحقت حالك وكل واحد مننا يا أخوان مدام قلبه ينبض بلحيه والصلحة بلمحة لكن من تابه وأصلح إذا عليك دين بك تدفع الدين في عليك مشكلة أطعت إنسان بك توصله اغتبت إنسان بك تمدحه تابه وأصلح أخواننا الكرام وذنب يغفر ما كان بينك وبين الله وذنب لا يترك إلا بإحدى شيئين الأداء أو المسامحة وذنب لا يغفر وهو الشرك لذلك أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً لقيقة أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي كلمة شرك خفي يعني فيه شرك جري الشرك الجري أن تعبد بوذة أن تعبد صنم والآن فيه شرق آسيا مئات الأديان وفيه بوذة عندهم بوذيون هذا الشرك الجري هذا الشرك الجري أنا أقول من فضل الله ما في بحياة المسلمين شرك جري إطلاق شوفي شرك خفي أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً لكن شهوة خفية وأعمال لغير الله شهوة خفية أعمال لغير الله هذا الشرك خفي لكن قال لي واحد يا أستاذ لا أسمع درسك متأثرة كثير نروع على البيت متل ما كنا سابقاً عادي شو القصة هاي قلت له واضحة جدا أنت بحاجة إلى حاضنة إيمانية شو معنا حاضنة إيمانية بدك رفيق مؤمن بدك سهرة مع مؤمنين بدك نزها مع مؤمنين أبونا نصلي بدك حاضنة إيمانية شو دليلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كن مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصاحب ساحب ودائما احفظ هذه القاعدة القاعدة أساسها لعبة شد الحبل مجموعة أنت محون إن شدوك إلى ترك الصلاة أو شدوك إلى متابعة فيلم لا يرضي الله دعهم فور وإن استطعت أن تشدهم إليك ابقى معهم ضابط العملية لعبة تشد الحبل شدوك إلى هون تركون أعرف شخص من حلب مضمن خمر ذهب إلى الحج وتاب توب نصوح فارجع ما ترك هؤلاء بقي محون وإنما ما فيهم أبدا وأغنية فجاء جاء بالخمر قاعد محون وإن أنا أعوذ بالله أنا تاهب أليس كالتي تحشت وقتا كان خمسين ألف كان دولار ثلاث ليرات سورية خمسين ألف شرب شرب ومات بعد 12 يوم مات شرب خمر الصاحب ساحب لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله وعقد صعبه لأن حالك محون أصرت بصلاتك أصرت بغض بصرك أصرت بعباداتك تركهم فورا أما قدرت الجرر اللي عندك خليك محون الضابط لعبة شد الحبل شديتهم إلى خليك شدوا كلهم كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بدك حاضنة إيمانية كنوا مع الصادقين وشيء الثاني نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشغل تعود بلا شغل بدك شوف شيء فيلم ممكن فيلم غير لائق تراه أنت يعني الصاحب ساحب بدك حاضنة إيمانية بدك صديق مؤمن رفيق مؤمن سيران مع مؤمنين سارة مع مؤمنين نزالة مع مؤمنين ترجمة نانسي قنقر